سيادة اللي هو على مين يجب تركيب هذا الملصق؟ هل كل أنواع المركبات؟ جميع أنواع المركبات عدا المتشكلات المتشكلات ما تركبش؟ ألا ما تركبش إنما تاكسي؟ جميع أنواع خلينا أشرح لحضرتك الأول إيه هو الملصق الملصق؟ الملصق المررية أحد عناصر التطوير للمنظومة المررية اللي بتقوم بيها وزارة الداخلية حضرتك عارف كان فيه زمان ملصق ورقي بتعلق على الإزاز ما كانت له أي فايدة سوى إنه بيبين تاريخ انتهاء التركيز عشان لما الزابط يوقف يشوفوا كده وبس يعني كان بتقطعوا ده ملصق المررية بقى كأحد عناصر المنظومة للتطوير العمل المررية بصفة عامة لتسهيل الحركة المررية والحد من الحوادث الملصق المررية ده ساعتك بنتكلم العبارة عن شريحة ألكترونية بيتم برمجتها وتشفيرها بإدارة المرور وبيتصرف لجميع أنواع المركبة طيب هنقول الملصق المروري ده حالات صرفه حالات صرفه بتصرف للترخيص لأول مرة تاريخ عربية تروح ترقصها أول مرة لتجديد السيارة لنقل القيد من وحدة لوحدة لنقل الملكية من شخص لشخص بيروح يركيب أربع حالات لصرفه يعني أنا دلوقتي لو عربيتي رخصتها سريع لها حنقلها ولا بجددها الأول وقت ما روحش أخد لا إحنا بناشت حضرتك إنك تروح دلوقتي لأن ساعة التطبيق العملي ما يحصلش تكدس على الوحدة هنيجي نتكلم فيها بعد شوية أيوة بس مبدئيا هما دول الأربع حالات بالظبط اللي بيعمل رخصة الأول مرة أيوة اللي بينقل اللي بينقل ملكية اللي بينقل قيد من وحدة لوحدة اللي بيجدد اللي بيجدد إنما غير الأربعة دول مش دلوقتي مش دلوقتي لكن أنا بنطالب إنه يروح دلوقتي لأن ساعة التطبيق ومراجعة هذا الملسق والتفتيش عليه ما يحصلش تكدس زي ما حصل زي ما الأمان لو تساعدتك شكرا